السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا لا يوم الاثنين أربعة آذار مارس القمر اليوم موجود في برج القوس ورح ينتقل في ساعة المساء لبرج الجدي يعني الساعة تسعة واربعتاشر دقيقة مساء بنتقل ورح يظل موجود القمر بعدها في برج الجدي لغاية الساعة 12 و38 دقيقة بعد منتصف ليل يوم الأربعاء على الخميس القمر الآن موجود في منزلة البلدة وهي منزلة للثبات والربح والسلامة ورح يظل القمر موجود في هاي المنزل لغاية الساعة 9 واربعتاشر دقيقة مساء بتوقيت جرينتش لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة ساعة الذابح وهي منزلة للعلاج والفراق الخلاص أو الحرية القمر بما أنه موجود في برج القوس ورح يظل موجود في برج القوس لغاية ساعات المساء معناته برضو اليوم منشعر بالارتياح والسعادة والنشاط ومنلتقي بأناس أكثر سعادة وبنتعمق في شخصيتنا بفضل تفاولنا والطاقة العالية بيتحول تفكيرنا إلى عالم الفلسفة والدراسات الدينية والتحليل العميق في كل شيء من ميل أيضا للسفر والإجازة وممارسة الرياضة والخروج في النزهات ويمكن اقتراض المال أو تعلم لغة جديدة أو ممارسة هواية أو تجربة حضنة أو التخطيط لرحلة أو الاتصال بشخص خارج البلاد وتعتبر هذه الفترة ممتازة للأعمال التجارية بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية التزديس إيجابية بين القمر وبين الزهرة هذه الزاوية رح تكون الساعة أربعة صباحا بتوقيت جرينيتش بتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم وبيعطي دفع للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطاهم وإبداعهم وبتزيد من خيالنا وحبنا ومودتنا وتفاؤلنا وبتسمح لنا أن نعيش أوقات ممتعة جدا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين نبتون هذه الزاوية رح تكون الساعة ثلاثة وأربعين دقيقة أصرا بتوقيت جرينيتش بتجعل بعض الأشخاص يجنحوا إلى العيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين بعد هذه الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار السلبي خلو المسار للقمر رح يبدأ الساعة ثلاثة وأربعين دقيقة عصرا ورح يستمر لغاية الساعة تسعة وأربعة عشر دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار أثناء خلو المسار في زاوية بطيئة رح تتشكل وهي زاوية تسديس إيجابية بين عطارد وبين أورانوس رح تكون ذروتها الساعة ثمانية وثلاثة وعشرين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش طبعا هاي الزاوية إلها ثلاث أيام بتأم أثرة ولكن رح تستمر كمان ثلاث أيام قادمة ننشط فمن باشر بأكثر من مسعة في أكثر من اتجاه في نفس الوقت كمان ها بتعزز قدراتنا العقلية فبتسهل علينا حل وفهم مساء العلمية تعذر حلها مسبقا ومن شعر بالثقة والقوة وقوة الحدث الموجود لدينا تمنحنا ذكاء خيالي ومبتكر وقدرة كبيرة على إقناع الآخرين لكنها بتضر بالتركيز بتزيد من ميلنا للأمور اللي تتعلق بالفن أو السينما أو التلفزي وكل ما إلو صلة بالكهرباء وبيميل برضو قوة الفكر عنا بقوة الحدث وبتساعدنا على حل الأوضاع المعقدة وبتجلب لنا دعوات وعروض تتعلق بالسفر الساعة تسعة واربعتاشر دقيقة مساء القمر خلاص بنتقل وبيستقر في برج الجدي فعشان هيك منصبح في هاي الفترة اللي هي ما بعد ساعات المساء أكثر عقلانية ومنحكم العقل أكثر من العواطف في حل جميع مشاكلنا وكل ما يؤرقنا مندرك أنه الأمور ما بتصير معنا بسهولة بعضنا ممكن يكون متشائم أو عنده وسواس علينا أن نعمل بجدية أكبر وأن لا نعتمد على الحظ يمكننا بدء عمل جديد أو شراء قطعة أثرية أو اتباع نظام غذائي ومتابعة كل ما يتعلق بشركات التأمين بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية خلال هذا اليوم من الآن وحتى ساعات المساء طبعا الأعضاء الأكثر حساسية الكبد، العجز، عظم الفخد، عظم آخر العمود الفقري، عضلات الورك، مفصل الورك، الفقرات القطنية، والعضلات القطنية أما من ساعات المساء وما بعد بصير عندنا الركبتين والمفاصل، العمود الفقري، وعضلات العمود الفقري، والرضفة، والعظام، والأسنان، والأوتار، والأربطة، والجلد، والشعر، والتحال، وجهاز التوازن بالنسبة لهذا اليوم طبعا ما في أي مشاكل لإجراء العمليات الجراحية دون الأعضاء اللي ذكرناها وأيضا المشكلة بس هي فترة خلو المسار اللي ما بنصح فيها بإجراء العمليات الجراحية والتجميلية أما باقي أعضاء الجسم ما في أي مشكلة لكن برضو مش بفترة خلو المسار مناسب هذا اليوم لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة ولكن برضو مش بفترة خلو المسار يصلح لإزالة الشعر الزائد بالليزر، يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ، ولكنه لا يصلح للقص العلاجي القمر بما أنه موجود رح يستقر في برج الجدي خلو المسار القادم بيبدأ تمام الساعة 7 أو 34 دقيقة مساء من مساء يوم الأربعاء وبيستمر حتى تمام الساعة 12 و 38 دقيقة بعد منتصف ليل الأربعاء على الخميس ليستقر القمر بعديها في برج الدلو أما بالنسبة لعمر القمر، عمر القمر انحسار المربع عمره 24 يوم الساعة 12 منتصف الليل، يعني بيظل لغاية الساعة منتصف الليل 24 يوم، نسبة الإضاءة 36 في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحوت حتى يوم 23 سعيد الآن بنسبة 15 في المية ساعات الصباح سعيدة بنسبة 45 في المية القمر في القوس ورح ينتقل للجدي ورح يظل في الجدي ليوم 7-3 منتحس الآن بنسبة 10 في المية ساعات الفجر منتحس بنسبة 25 في المية ساعات العصر منتحس بنسبة 10 في المية عطارد في الحوت حتى يوم 10-3 منتحس بنسبة 50 في المية الزهرة في الدلو حتى يوم 11-3 منتحس بنسبة 50 في المية المريخ في الدلو حتى يوم 22-3 منتحس بنسبة 40 في المية المشتري في الثاور حتى يوم 25-5 منتحس بنسبة 10 في المية زحل في الحوت حتى يوم 29-6 سعيد بنسبة 15 في المية قرانوس في الثور حتى يوم واحد تسعة سعيد بنسبة 15% ونبتن في الحوت حتى يوم اثنين سبعة سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الدلو حتى يوم اثنين خمس سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لا سيما لبعيدة وبتشعروا بقوة العاطفة وتجاوب أحباءكم معكم ممكن بعض موليد برج الحمل يذهبوا في رحلة أو يروجوا لعمل أو ممكن يحصلوا على معلومات ما كانوا يتوقعوها وبيكون في نوع من أنواع النجاح والحظ في حياتكم العاطفية والعائلية أما في ساعات المساء بينصب اهتمامكم حول عملكم ومصالحكم الاجتماعية أهمش أنك ما ترتج المواقف والتصاريح عشان ما تقع ضحية الفوضى وعدم التنظيم ابتضغط عليك المسؤوليات وممكن تواجه أمر صعب ومعقد فعشان هيك بدك تلتزم بمسؤولياتك برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مالي مع هيك بتكونوا تخففوا من النفقات المتصاعدة سارعوا في تهدئة الأجواء هاي فترة مناسبة للاطلاع على أراء الغير ممكن تتلقى مساعدة أو تعاطف عليك أنك تتحلى بالليونة والتفكير الموضوعي أما في ساعات المساء بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات ثم لقاع أو فرصة بتفتح أمامك أبواب تتعلق بالسفر أو التسويق أو النشر أو الدراسات العليا وبتفرح لانتصار أو لرحلة أو للمشاركة ناجحة يعني في تحرك حلها مختلف الأصعدي بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعاً بتظل الفترة مناسبة لتعزيز شراكاتكم سواء في مجال العمل أو العاطفة وهاي الفترة شوي بظل فيها نوع من أنواع السلبية لأن القمر مقابلك تماماً وبتظل في نوع من أنواع الضغط فما بينفعك سوى الصبر والمرونة ممكن تتعرض لبعض المضايقات أو الخلافات أما في ساعات المساء بتعيد ضبط ميزانيتكم ادخل تعديل على نمط حياتك لا تتماشى مع التقدم والتطور في محيطك بيطمئن بالك وبتفرح للتطور فترة جيدة لتصحيح خطأ أو لتكرار محاولة سابقة برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان أنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك وانتبهوا لغذاءكم وراحتكم كونوا منظمين وأحسنوا إدارة عملكم وحذروا من الجدال مع المعاونين ولا تهملوا صحتكم ولا تأجلوا ولا تماطلوا أعمالك حتى لو اضطررتوا للعمل لساعات إضافية أما من ساعات المساء بينصب اهتمامكم حول تعزيج شركاتكم حافظوا على هدوءكم وما ترتجلوا الكلام أو توجهوا ملاحظة لأنه خصمك قوي وما بيرحم وبتحمل لك هاي الأيام ارتباط مهم فحافظ على هدوء أعصابك ولا تكون عدائي بالنسبة لموليد برج الأسد بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباك ومتعزيز العلاقة معهم وما بيتخلى الحظ المالي عنكم بتنفرج أساريرك وبتعيش لحظات سعيدة نسبيا فترة إيجابية ومناسبة لطرح الأفكار والارتباط فلا تهمل الواجبات اتجاه العائلة والأحبة وحاول إنك تصحح لأخطاء أما من ساعات المساء بيتراكم العمل لديكم لا تهملوا صحتكم وحاذروا من التعب الصحي أو الجسدي اللي ممكن إنه يمنعك من أداء واجباتك اليومية كما يجب وبتظهر مسائل عائلية أو شخصية طارئة وممكن تشعر ببعض التوتر برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وبتجدوا تعاون من أفراد العائلة ممكن تقلق حول وضع عائلة أو منزلة أو ممكن تظهر مشاكل شخصية لا تتهرب من المسئولية تجاه العائلة الأجواء فيها نوع من أنواع العدائية ومتوترة فراعي وضعك الصح أيضا أما من ساعات المساء بتشتد رغبتكم في التقرب والتفاهم مع أحبائكم بتفرح لانفراج ملموس بترتفع فرص النجاح وبتشتد عزيمتك وبتقوم بخطوة مباركة وممكن تتلقى إشارة إيجابية هذه فترة مناسبة لالتقاط أنفاسك بعد العواصف برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان بتنشطه في مجال السفر والاتصالات ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب لإجتياز امتحان بإمكانكم تعززوا العلاقة مع أخ أو جار تدعمك الحضوض وبتكون جريف التعبير عن رأيك وبتتمتع بسرعة بديهة وخاطر بتلفت النظر الأجواء لطيفة وممكن تحمل لك لقاء عاطفي أو مصالحة أو ورشة عمل لتأهيل قدراتك أما من ساعات المساء بتفضلوا الأجواء البيتية والعائلية لطف الأجواء العائلية الضاغطة لأنها ممكن تثير اضطرابك وامتعاضك ولا تخالف القوانين واحترم الموعيد والالتزامات المهنية أهم إشي تهتم بعائلتك برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا اليوم من الآن وحتى ساعات المساء في فرصة لمكسب مالي هذا المكسب عادة بيجي من عمل إضافي مع هيك بتكونوا حذرين في النفقات امتنعوا عن المشتريات الغير ضرورية ابتهتموا بتوظيف الأموال ولكن بتكونوا عاقلين في صرف الأموال ابتهتم لمناقش الدعم مالي أو قرض أو ممكن تفكر في بعض الاستثمارات والتوظيفات فترى إيجابية في تحقيق يعني ممكن تحقق من خلال هربح ما أما في ساعات المساء بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات فترى مهمة للتواصل مع المجتمع ولا يسمع صوتك ممكن تقوم برحلة عمل يعني أو ممكن تتحرك بفعالية كبيرة أو تقوم باتصالات واسعة بتسفر عن اتفاق ومصالحة برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط وبإمكانكم تبادروا لخطوة جديدة الدعم من مكانتكم الاجتماعية انفراج وتقدم الموس بعد مراوحة وركود عليك التحلي بالحكمة وواقعية الأمور تشتد عزيمتك وبترتفع المعنويات وبتستعيد سيطرتك وبتحقق نجاح باهر أما في ساعات المساء بتعيدوا تنظيم ميزانيتكم لا تغامروا بأموالكم هاي فترة حذرة مالياً ومعنوياً فما تتسرع باتخاذ القرارات الحاسمة انت بحاجة لكل التعاطف والتضامن برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي يجب الانتباه بشكل جيد لصحتكم وعدم المبالغة في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم ابتهدى وطيرتك لحد الركود وممكن تلغي مشاريعك أو تعاني من تراجع معنوي أو صحي لا تحسم أمر لأنها الفترة هاي سلبية ومخيبة للآمال وممكن تندم على أي خطوة بتقوم فيها أما في ساعات المساء القمر بوصل لعندك بتستعيد نشاطك وحيويتك وبتستعيد حماستك وعزيمتك وبتمارس جاذبية لا تضاهى للبدء بمشروع أو خطة جديدة بتملك الطاقة الكافية للانطلاق بمشروع جديد أو لحسم أمر عالق برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو بوسعكم تعزيز صداقاتكم ومنكم أشخاص ممكن يحققوا أمني بمساعدة صديق ومنكم أشخاص اليوم ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة بتتسع الآفاق وبتحتفل بنجاح أو تطور علاقة وممكن تعزز شعبيتك وتحصد أرباح بتفرح لوقوف أحد الأصدقاء أو الأقارب لجانبك بتخف الضغوط وبيطمئن بالك أما في ساعات المساء بتدخلوا فترة غير مريحة بتلزمكم الانتباع أكثر لصحتكم اتجنبوا اتخاذ القرارات الحاسمة والمهمة لأنها فترة فارغة وفاشلة حذروا من الأفكار السودة والمعنويات المنخفضة فممكن تخيب أمالك أو تتأخر أعمالك برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت يعني بظل الجو مناسب للأشخاص الي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بالدفع بمصالحهم وبإمكانكم تحافظوا على إنجازاتكم القائمة هدئ من روعكم ما تنفعل اتجنب مخالفة القوانين واحرص على استقرارك اتجنب الخلافات والمجازفات الشائكة واحرص على لجمها إذا شعرت ببدايتها أما في ساعات المساء بتلتق الأصدقاء حاولوا تصحيح العلاقات المتردية وما تبقوا وحيدين فترى ناشطة وواعد دراسيا أو مهنيا أو عائليا وبتكثر الاتصالات والمواعيد هيك من كون انتهينا من توقعاتنا على هذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر